ومن الربعات ينضم إلينا الدكتور ميلود بلقادي والستدر العلوم السياسي دكتور ميلود أهلا بك معنا ترحيب دولي إذن باعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه كيف سيترجم هذا الاعتراف على الأرض الواقع فعليا أولا أعتقد أن القرار الرئاسي الأمريكي جاء في وقته وأكد بأن سيادة المغرب على أراضيه الجنوبية يدخل في السيادة المغربية والأساسي في هذا القرار هو أنه صادر من أكبر وأقوى دولة في العالم وهي عضو بمجلس الأمن الدولي ولها عدة مقومات الدولة القوية ونشير هنا أن هذا القرار لم يأتي هكذا فجأة أو اعتباطيا بل جاء بعد توصل الإدارة الأمريكية بمجموعة من التقارير تؤكد مدى خطورة الانفصاليين على الأمن أولا المغاربي ثم الإفريقي والدولي وأعتقد أن في البلاغ الصادر عن الدول الملكي هناك كلمة حاضرة بقوة وهي الآثر الفوري بمعنى أن هذا القرار الأمريكي دخل منذ الأمس على أرض الواقع وهذا ما يفسر رغبة الإدارة الأمريكية في فتح قنصلية لها ولكن هذا وقت قاتل بنسبة الإدارة الأمريكية دكتور ميلود هذا وقت قاتل ودونالد ترامب سيغادل البيت الأبيض هل يمكن أن يتغير هذا القرار ولسيما مع فتح قنصلية بمدينة الداخل المغربية؟ السيدتي في السياسة وحسب الدستور الأمريكي فليس هناك وقت ميت أو وقت حي فالرئيس الأمريكي ما زالت له الصلاحيات حتى الشهر المقبل وليس هو أول رئيس أمريكي يتخذ مثل هذه القرارات الشجاعة بل نجد أن هناك مجموعة من الرؤساء الأمريكيين كلينتون بوش كينيدي يتخذ قرارات في آخر شهر من نهاية وليته وأعتقد أن السياسة الأمريكية على مستوى العلاقات الدولية هي تابتة لا تتغير بتغيير الرئيس ولا تتغير بتغيير الأحزاب لأن النظام السياسي الأمريكي هو نظام علاقته الخارجية وعلاقته الثنائم مع الدول هي تابتة بغض النظر عن من يحكم أو من الحزب الذي يقوده السياسة الخارجية دكتور ميلو دعنا ننتقل إلى العلاقات المغربية الإسرائيلية كان هناك مكتب في المغرب أغلق بعد الانتفاضة الفلسطينية عودت هذه العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ولسيما بعد أن انضم الآن المغرب إلى الدول التي وقعت هذا أتفاق السلام مع إسرائيل كيف سيكون دور المغرب في المرحلة المقبلة بالنسبة للقضية الفلسطينية ونحن نعلم بدور المغرب فيما يخص هذه القضية كيف تتوقعون أن يكون دوره في الأيام المقبلة في هذا الملف أولا سيدتي أولا للمغرب موقع متميز في علاقة مع إسرائيل ومع اليهود فهناك عدة وثائق قديمة تعود إلى القرن الثامن والتاسع عشر تؤكد العلاقة الوطيدة بين اليهود وبين الملوك العلويين ولكن البلاغ الدول الملكي بالأمس كان واضحا وهو أنه فصل بكيفية واضحة بين أولا الإشادة بالقرار الأمريكي بالسيادة المغربية على الأراضيه وبين القضية الفلسطينية الدول الملكي كان واضح جدا وهو أن موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا من القضية الفلسطينية هو ثابت لا يتغير ماذا وقع؟ أولا البلاغ الدول الملكي كان واضحا وهو أنه تشبت إذا أراد إسرائيل أن تقوم أو تربط علاقات ديبلوماسية مع المغرب فرض مجمع الشروط في مقدمتها اعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ثانيا الحفاظ على الهوية القدس ثالثا السماح بممارسة كل شعائر الدنيا ثم رابعا الاعتراف الإسرائيلي بدولة الفلسطينية وبالتالي في القرار المغربي لا يخرج فهمنا دي النقطة يعني الاتفاق ليس مقايدة ليست الصحراء مقابل القضية الفلسطينية لأن موقف المغرب من القضية الفلسطينية واضح طيب ولكن هنا أريد أن أسأل يعني كيف يمكن لهذا الإعلان عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل أن تترجم في أرض الواقع على أرض الواقع إلى علاقات ديبلوماسية كاملة كما أشر البيان نعم ولكن بشروط فهذا أولا نحن نعرف أن دور المغرب ودور جلس الملك في العلاقة الدولية فالمغرب أولا له يعني علاقة متميزة مع الدول الخليج مع الإدارة الأمريكية مع إسرائيل مع الدول الشقر أوسط وبالتالي فالبلاغ بالأمس يعني أكد أن المغرب حينما أراد أو حينما يرغب في ربط علاقة مع إسرائيل فلا يعني هذا التنازل عن الموقف التابت ولكن الآن المغرب قال خرج بلاغ ديوان الملكي ولكن هناك محطات أخرى تفاوضية من أساسها هو احترام إسرائيل لقرارين القرار 242 ثم القرار 38 وهذه أهم القارات ويجب أيضا هنا نشير أن الإدارة أن السلطة الفلسطينية حتى هي بذاتها تفاوض مع إسرائيل وفق هذين القرارين وبالتالي فإعادة العلاقات مع إسرائيل لن تكون مجانيا ولن تكون مقايدة ولن يكون في بيع وشراء ولكن مواقف تابتة مبنية على قرار مجل الأمن السابق 242 ثلاثة أربعة اللذان يؤكدان على إقامة دولتين على أرض فلسطين وبالتالي إضافة أن العاهل المغربي مباشرة بعد اتصاله مع الرئيس الأمريكي اتصل برئيس السلطة الفلسطينية وعطاه محوى اللقاء وأكد له بأن الشعب المغربي لن يتغير وأن موقفه هو موقف تابتة هناك بعض المناورات هناك بعض التأويلات الخاطئة ولكن الشعب المغربي وعي كله وعي بأن قادة فلسطين هي قضية تأتي في مصاف قادية الوحدة الترامية وهذا مبدأ أساسي